الجامعة الافتراضية السورية كتاب حقوق الإنسان لمؤلفيه دكتور ياسر الحويش دكتور مهند نوح تقدمت مبادر الضوء بصوت حسام دينزيات يغطي هذا التسجيل الدرس الثاني من الوحدة التعليمية السابعة بعنوان دور المنظمات الدولية في حماية حقوق الإنسان أي الصفحات من 134 إلى 138 الدرس الثاني دور المنظمات الدولية في حماية حقوق الإنسان حقوق الإنسان في القانون الدولي هي وليدة التنظيم الدولي ولذلك فإن من المنطقي أن يناطب المنظمات الدولية واجب حماية هذه الحقوق ومع أن بعض المنظمات الدولية كانت ذات دور واضح في إقرار حقوق الإنسان كمنظمة العمل الدولية واليونيسكو فإن الدور الرئيس في هذا المجال كان للأمم المتحدة وبالمثل فإن واجب الحماية حقوق الإنسان في إطار التنظيم الدولي منوط من حيث الأصل بالأمم المتحدة وببعض المنظمات المتخصصة كلا على حدة في مجال اختصاصها كرديف يساعد الأمم المتحدة على إنجاز احترام حقوق الإنسان وإذا كانت بعض المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان قد تطرقت إلى أساليب الحماية الدولية التي تنهض بها الأمم المتحدة فإن هناك أساليب أخرى يمكن استخلاصها من الصلاحيات العامة للأمم المتحدة حيث يمكن إعمالها في مجال حقوق الإنسان ألف أساليب الحماية الواردة في المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان وردت بعض أساليب الحماية الدولية لحقوق الإنسان في عهدي عام 1966 وكنا قد تطرقنا لهذا الموضوع لدى تعرضنا للعهدين ونكتفي هنا بالإحالة حول هذا الموضوع إلى ما سبق ذكره في هذا الفصل المبحث الأول المطلب الثاني رابعا باء صلاحيات الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان بالرغم من كون الأمم المتحدة منظمة ذات صلاحيات واسعة في مجالات متعددة من بينها حماية حقوق الإنسان فإنها تبقى وليدة إرادات الدول وإن تمتعت بإرادة ذاتية مستقلة وبالتالي فإن هذه المنظمة ليست أعلى شأنا من الدول إنها فقط تمارس صلاحياتها استنادا إلى الاختصاصات الممنوحة لها بموضب ميثاق إنشائها لقد أدركت الدول أهمية تحجيم الأمم المتحدة قبل قيامها بحيث تصبح الدول في منأة عن تدخل المنظمة المحتمل بسؤونها وبناء على ذلك تم تقيل صلاحيات الأمم المتحدة عموما بقيد مهم مفاده عدم جواز تدخل المنظمة في السؤون الواقعة في صميم الاختصاص الداخلي لأي دولة وقد أدرج هذا القيد ضمن المبادئ التي تلتزم الأمم المتحدة باحترامها وفي الفترة الأولى من عمر المنظمة تم احترام مبدأ عدم التدخل حيث كان الاتجاه الدولي في ذلك الوقت أن حقوق الإنسان تعد من السؤون الواقعة في صميم الاختصاص الداخلي للدول ولكن هذا الاتجاه سرعان ما تغير إذ لم تعد حقوق الإنسان شأنا داخليا لا علاقة للمجتمع الدولي به بل أصبح من المسائل التي تهم الجماعة الدولية ككل وبالتالي فإن من الممكن للأمم المتحدة أن تتدخل بها دون أن تكون قد تعدت حدود اختصاصها ويمكن تقسيم التدابير التي يجوز أن تتخذها الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان إلى قسمين تدابير غير عسكرية وتدابير عسكرية ألف التدابير غير العسكرية تتنوع هذه التدابير كثيرا وتنطوي بدورها على إجراءات سياسية وإجراءات عقابية واحد الإجراءات السياسية يتمثل مضمون هذه الإجراءات في الرقابة على مدى احترام الدول لحقوق الإنسان وبوابة هذه الرقابة هي لجنة حقوق الإنسان هامش غني عن البيان أن هذه اللجنة تختلف عن اللجنة المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية انتهى الهامش وبوابة هذه الرقابة هي لجنة حقوق الإنسان التي أنشأها المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفقا للمادة الثامنة والستين من المثاق أما الأجهزة الرئيسية التي تمارس هذه الرقابة فهي الجمعية العامة التي خولها المثاق مناقشة أو أي مسألة أو أمر يدخل في نطاقه المادة العاشرة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي خوله المثاق أيضا أن يقدم التوصيات فيما يختص بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها المادة الثانية والستون الفرع الثاني وفي بدايات ممارستها لصلاحياتها نجحت اللجنة في وضع العديد من معايير حقوق الإنسان وقواعده ولكن تار الخلاف فيما بعد حول ما إذا كان دورها محصورا في تنفيذ توجيهات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي أم أن هذا الدور يتعد ذلك لبحث أي انتهاكات لحقوق الإنسان وقد طلبت الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى اللجنة في دورتها الأولى عام 1946 الإفادة عن كيفية التصرف في الشكاوى التي تتلقاها الأمانة من أفراد وجماعات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في بلاد معينة فأوضحت اللجنة أنها ليست ذات صلاحية لاتخاذ أي إجراءات بشأن الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان وقد أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي موقف اللجنة وفي عام 1959 أكد المجلس المذكور مرة أخرى أن لجنة حقوق الإنسان ليست مخولة بنظر شكاوى حقوق الإنسان بيد أن هذا الموقف بدأ بالتغير في أوساط الستينيات حيث خول المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللجنة ببحث المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي تتضمنها شكاوى الأفراد والجماعات وأن تقدم تقريرا سنويا لانتهاكات حقوق الإنسان أما بالنسبة للمناقشات العلنية لانتهاكات حقوق الإنسان ضمن اللجنة الفرعية فتتدرج من المناقشات العادية إلى تعيين مجموعة عمل أو مبعوث أو ممثل خاص لبحث وضع معين ورفع تقرير اللجنة ليكون أساسا لمناقشاتها وتوصياتها وترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذين لهما رفض التوصيات أو تعديلها أو إلغاؤها وفي بعض الأحيان كانت اللجنة تصدر توصيات إلى الدول والمنظمات الدولية غير الحكومية والوكالات المتخصصة ومن الواضح أن اللجنة أسهمت في تشديع احترام حقوق الإنسان وحمايتها على نحو كبير خلال ستين عاما انتهت بتحولها لتصبح منذ ألفان وستة تحت مسمى جديد هو مجلس حقوق الإنسان وعلى الرغم من أن الرقابة السياسية قد لا تكون مجدية بذاتها في حماية حقوق الإنسان فإن الدول غالبا ما تهتم لها تحاشيا لتأليب الرأي العام الدولي ضدها إثنان الإجراءات العقابية يمكن للأمم المتحدة اتخاذ إجراءات عقابية تجاه البلدان التي لا تحترم حقوق الإنسان والواقع إن الدول المستهدفة كثيرا تنظر إلى مجرد مناقشة الموضوع أمام هيئة دولية على أنه يحمل معنى العقاب لذلك فهي ترفضه بحسبانه تدخلا يقع تحت طائلة الفقرة السابعة من المادة الثانية من المثاق ومن الأمثلة على التدابير العقابية ما أوسط به الجمعية العامة للأمم المتحدة جميع الدول باتخاذ عقوبات ضد جنوب إفريقيا تتضمن قطع العلاقات الدبلوماسية إغلاق الموانئ أمام سفن جنوب إفريقيا حذر استيراد وتصدير المنتجات المختلفة لجنوب إفريقيا بما في ذلك الأسلحة والذخائر وطلبت من مجلس الأمن إعمالا لسلطاته بموجب الفصل السابع من المثاق طلبت اتخاذ إجراءات ساملة وإلزامية ضد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ولم يتوقف تعامل الجمعية العامة مع هذه المسكلة المنطوية على انتهاك حقوق الإنسان إلا مع انقضاء نظام الفصل العنصري في ذلك البلد عام 1993 باء التدابير العسكرية يمكن للأمم المتحدة أن تلجأ إلى اتخاذ تدابير عسكرية في إطار الفصل السابع من المثاق في مجال نزاعات بين الدول المادة الأربعون ويبدو أن هذا الأمر امتد إلى مجال حقوق الإنسان ويحتاج اللجوء إلى أسلوب التدابير العسكرية إلى قرار من مجلس الأمن يكيف فيهما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب دولة ما على أنه يشكل تهديدا للسلم أو إخلالا به المادة التاسعة والثلاثون وبعد ذلك يحق لمجلس الأمن أن يتخذ التدابير المناسبة التي لا تتضلب استخدام القوة المادة الحادية والأربعون فإذا وجد أنها لا تفي بالغرض أو لم تفي به جاز له اللجوء إلى القوة المسلحة المادة الثانية والأربعون ومن الجدير بالذكر أن القرار الذي يصدر بهذا الخصوص يجب أن يحظى بموافقة تسعة من أعضاء مجلس الأمن دون اعتراض أي من الأعضاء الخمس الدائمين وقد تم اللجوء إلى التدابير العسكرية لحماية حقوق الإنسان بناء على قرار من مجلس الأمن في عدة مناسبات منها التدخل العسكري في يوغوسلافيا استنادا للقرار 836 لعام 1993 وتدخل العسكري ضد الصومال استنادا للقرار 794 عام 1992 وتدخل العسكري ضد العراق استنادا للقرار 688 لعام 1991 يبقى أن نضيف أن الاعتبارات السياسية تلعب دورا حاسما في حماية حقوق الإنسان من خلال الأمم المتحدة وبشكل خاص من خلال مجلس الأمن وهذه الاعتبارات السياسية تلغي أي قيمة أخلاقية للتدخل لحماية حقوق الإنسان لأنها ليست سوى ذريعة غالبا ما يساء استخدامها